بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله وقاتكم مشاهدنا الكرام بالخير والأنوار والعافية ورحبكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بالكلام الأحمر في هذه الحلقة نواصل سلسلة حلقاتنا التي سخرت للوقوف على ملازم العميل حسين بدلين الحوثي والوقوف عليها هذه الحلقة هي آخر الحلقات التي في هذا الموسم سنناقش أو نكف عليها على هذه الملازم ومن خلالها نختم منزمة خطورة المرحلة لنواصل في هذا البرنامج حلقاتنا الوقوف على الأحداث والقضايا والمفاهيم والمجريات السياسية الجارية في الأون الأخيرة جملة منذ أكثر من أربعة أشهر ونحن نقف على هذه الملازم على التوضيح للوقوف والرصد على مثالبها على مواطن التي أثبتت وتثبت مدى تسخير حسين بدلين الحوثي نفسه وقطابه للمشروع الإيراني والأطماع الإيرانية مدى ارتباط هذا الخطاب بأبعاد سياسية أكثر منه مرجعيات دينية وما إلى ذلك كشفنا من خلال هذه الأشهر ومن خلال هذه الملازم التي أخترناها للوقوف عليها في هذا البرنامج مدى خلو هذا الملازم من أي أبعاد تدينية حقيقية بقدر ما هو استخدام التدين أو استثمار كداسة التدين والدين لدى المواطن اليمني والعربي والانطلاق من خلالها بإحاءات سياسية للخروج أو لتنفيذ المشروع الإيراني تحديدا أو الأجندة الإيرانية تحديدا ولا سيما عقب انهيار المنظومة الإقليمية للعالم العربي بعد سقوط بغداد أو بعد احتلال بغداد وبعد انكماش الدور المصري وبعد خلو الريادة العربية أو خلو المنظومة والنظام الأقليمي العربي من الدولة الرائدة والصراع الذي يحدث حاليا بين إيران الحوثي وبين تركيا الإخوان حول ملء هذا الفراغ في إطار سلسلة من السياسات التي تعمل على تفتيت وتفكيك وضرب وتدمير هذه الدول وهذه الأوطان وكذلك عمل على الخلط وتسميم الانتماء والهوية والارتباط والمواطنة والدساتير عشر سنوات من الواقع السيء عشر سنوات من الدمار عشر سنوات من الحطاط الفكري من الضلال الفقهي من الأيال الجديدة المجردة أو الخالية من الارتباط بجذورها بمنطقها بتاريخها هذه الملازمة كانت أحد أهم آليات إيران من خلال عميلها الذي دربته منذ العام 88 حتى العام 2001 أحد من أهم الأدوات التي عملت على خلخلة أفكار الناس أفكار الأطفال على الأنصاف المثقفين على أصحاب الهوى الطائفي هذه الملازمة عملت على فعلا يعني على التضليل عشت في عقول الجهلة وأنصاف المثقفين وكان يجب علينا أن نكف عليها رصدنا خلال سلسلة الحلقات التي نكشت هذا الملازم العديد من الصور والتصريحات والمكاطع التي أكدت الأسكاطات الإيرانية في هذا الملازم والأبعاد السياسية في هذا الملازم التلاعب التأويل التلفيقي الذي استخدمه حسين بدرين الحوثي للآيات في هذا الملازم التلاعب التأويل الذي كان فيه من خلال تسخير منطق النص والسياق البيان باتجاه أطماعه سواء باتجاه تسويق إيران باتجاه تعظيم الخميني باتجاه تشريع النازية المقدسة الذي يسعى إليها والذي يسوق إليها وسلاليته التي ينظر إليها بنفس العقلية الإسرائيلية بنفس فكر بني إسرائيل الذين أعضموا أنفسهم وحكروا الناس وعطوا أنفسهم الولاية المقدسة وحرموها الآخرين وقسموا العالم إلى هم وغيرهم كل هذا وضحناه في الحلقات الماضية ونقف مع هذه الحلقة لنختم هذه الجولة من جولات القلم الأحمر في عملية الوقوف على هذا الملازم وتبقى عدة ملازم يعني الحوثي سجل في حدود ستة وستين محاضرة لأكثر من خمسة واربعين موضوع فأخترنا ما يقارب الأربعتاش أو ستاشر محاضرة أو ما يسمى بالملزمة للوقوف عليها لأنها أكثر الملازم انتشار وأكثرها استخدام في غسل وتضليل عقول الناس باسم الدين والتدين وبالتلاعب بالآيات وبالإخفاء التاريخ وتزوير القيام وبالتأليب وبالدعاء السرقة الزيدية وباستخدام عصبوية النسب لطائفية كل هذا خذناه خلال أربع أشهر أو أكثر قليل في سبيل الوقوف على هذه الملازم التي لن نكف عليها من الصعب للأسف أنه كان الوعي العام الخطاب الإسلامي الخطاب الديني المعاصر خطاب تهيمن عليه مجاميع التأسلم السياسي التي سادت في القرن العشرين والقرن الحالي مهيمن عليه وبالتالي لا يمتلك خطاب ديني نحن يعمل على تفعيل العقل في كراءة شيء يعني نحن أخذنا المقدس في الإسلام هو غيب بينما الغيب في الإسلام هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى كغيب لكن هناك خطاب إسلامي عمل على تغيب العقل في كل شيء حتى في معادلات الدنيوية حتى في معادلات المعاملات هناك خطاب يفرض بأن الكداسة هو أن لا تسأل الكداسة أن لا تفكر الكداسة بأن لا تتأمل أن لا ترفض وجهة نظر فقهية أن لا ترفضها حتى وإن كنت تتأملها فكريا عقليا بتجرد عن ميولك عن أهوائك عن أطماعك وليس بداعي النفاق أو كره المشقة التعبد أو مشقة الزهد أو ما إلى ذلك بل هناك خطاب ديني فرض على الأمة طيلة الجيلين والثلاثة الأجين الأخيرة على أن يغيب عقله وبأن العقل هذا وسيط شيطاني يعمل على إفراغ الخطاب الديني أو التدين من كداسته ومن وقاره وما إلى ذلك إذن نحن أمام بلوة من بلاوي الزمان الذي فيها يصبح الدين كما هو في الأرث النووي من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأن اللهم لا ديع المصيبتنا في ديننا وجمع بين المصيبة والدين عندما يكون التخلف في التدين عندما يكون التخلف في التدين أو التخلف كما ذكر أحد الكتاب التخلف الإسلامي التخلف الديني عندما تتدين بدون عقل تدين وتجعل من عقلك سلة مهملات من جاء في ظل أهوائك فيلقي فيها ما ألقى سواء كانت مقبولة أو مردودة أو من هذا القبيل إذن نحن أمام كارثة تم تغيب العقل وتم إحضار الغيب وتم إحضار الدين التخلفية التي تؤمن فيه لمجرد أنك تستمع إلى لحية أو ترى عباءة أو تسمع من الرطين حول الآيات ومن يكتبون آيات الله القرآن الكريم أو كتاب الإسلام تعهد الله سبحانه وتعالى وفق الخطاب الديني الأساسي الذي متفق عليه بأنه لن يحرف كما فعل بني إسرائيل بالتوراه وكتب الله السابقة ولكن هناك تأويل آخر القرآن يقول بأن هناك من يتخذون ما تشابه به ابتغاء الفتنة وبأن القرآن عظيم وما إلى ذلك إذن هناك ما قيمة أن تحافظ على القرآن أو أن يتم حافظ القرآن إذا كان هناك من يجعل من عقلك صلى للمهملات ثم هو يشرح لك ما هي المضامين هذه بأساليب التفافية لغوية وبأساليب التلفيق التأويلي والتأويل التلفيقي معا وبأساليب تسخير العقول وتسغير الأفكار وتغيب القيم الأساسية في الإسلام ومن خلال شحن السياكات بالمداخل الفتن السياسية والتسويق للغير وتدمير الدات ما لازم فيها من السمية ما يدمر أي مشروع حضاري أي كيان لحكومة أو لدولة أي شعور بانتماء الهوية نفسها للثقافة هويتنا هي عبارة عن منظومة ثقافية ليست عبارة عن أنا فقط ليست عبارة عن تمييز عنصري هي تمييز ثقافي فكري عقلي هم يريدون أن يمحوا البصمة الدماغية العربية القيمة العربية منظومة ثقافية لليمنيين ينفوها تماما ويستبدلونها بأشياء معينة وكان أهم هذه المداخل هي هذه الملازم التي حملت من السمية ما ينصف العقل وما يبني نفسه على التخلف الذي نعيشه يعني للأمانة يعني لم نجد صعوبة في قضية الرزد الفضائح والالتفافات التي في الملزمة ولكن هذه الملازم تستهدف أطفال تستهدف نش جدد أجيال جديدة في ظل ضعف مناهج التعليم في ظل الغياب خطاب ديني في ظل وعي سياسي مبدني في ظل وضع عام مهين هناك عدم رضا من الوضع العام تجاه باقيية الأمم وبالتالي هناك شحن سريع وجديدة توصيل للعقول لكن السموم أيضا تبقى موجودة آخر هذه الملازم المحاضرات كانت باسم خطورة المرحلة وذكرنا فيها منهجية الحوثي في قضية امتطاء الزيدية وقد ذكرنا في أكثر من ملزمة عن تقنيات امتطاء الزيدية والظهور باسم المصلح والمجدد والمحي بينما في الواقع هو يقوم بسرقتها وشحنها بثقافة الاثنى عشرية الخمينية بن كوسين تحديدا ومحاولة استنساخ الفكر الخميني داخل الزيدية باسم رفض الخطاب التخلفي الآخر للإخوان الخطاب التخلفي الآخر للوهابية ونحن لا نختلف لأن هناك خطاب تخلفي وخرافي وكبير جدا كل حركات التأسلم الإسلامي لا تحتاج أن تصطف مع طرف ضد الطرف وكما ذكرنا في الحلقات السابقة بأن كل من حركة الأخوان المسلمين وحركة الخميني وأخواتها ومنتجاتها في لبنان وفي اليمن وفي البحرين وفي غيرها ليست أكثر من حركات تأسلم سياسي كيفة كلها تستعمل أساليب التضليل والعقول وأساليب المتاجرة بآية الله والمتاجرة بالوضع والابتزاز والاستثمار والابتزاز والاستغلال العاطفي والاستغلال التديني للمواطن العربي وأيضا إثارة النعرات والانتماءات والطوائف يعني إيران تقدم نفسها كامبراطورية باسم الشيعة ليقدم تركيا غيرها كامبراطورية باسم السنة امبراطورية باسم السنة لكسم الأمة في ظل أهم المشاريع الصهيونية في هذه المرحلة والعملية مستمرة ولا يجب على العقل اليمني أن يستيقظ لأن الله سبحانه وتعالى لن يحاكمنا إلا إذا لم يحاكم يعني هناك من يعتبر بأن الجهالة أن الجهالة تمنحه بأنه مرفوع عنه القلم لكن حتى إلا مرفع في الدنيا ستدفع الثمن غاليا لأنه ما يحدث حاليا ندفع الثمن غاليا بسبب تخلفنا وبسبب غبائنا وبسبب غضبنا وتورتنا العمياء وغضبنا الحقود وعقولنا التي تستمع إلى الأخبار إلى الأعلام إلى بغل يعني نحن نتحدث بأنه ابتلعنا جميعا كذبة الربيع الأسود وما يسمى الربيع العربي لأنه نحن لم نقع يعني إذا كرأت التجارب والخطاب الذي كان يسوق أو ما يسمى الفوضى الخلاقة استطاعوا أن يستثمروا العقلية العربية التي تكره أكثر ما تحب يعني هم شاهدوا بأنه هذه الشعوب تكره الحاكم أكثر ما تحب أوطانها وبالتالي بنوا من الكراهية كل مكومات الفتنة كل مكومات تفجير الوضع كل مكومات عزلة المواطنة والشاب أو عن الدولة عن قيمة الدولة حتى دمر كل شيء عن قيمة الحاكم حتى دمر كل شيء وأصبحنا أعداء أنفسنا بمنتهى التدير بمنتهى التعلق بالخطابات الكهنية على أنها هي الدين الله كتاب الله هو كلام الله هو كتاب الله بينما كلام الكهنة كلام للكهنة ولا يجوز أن يأتي ليمططي أو ليمطد آية معينة ليقول بأن هذا هو كلامي وهذا الله يشهد بذلك ثم يتلاعب باللغة ثم يستخدم حيل التلفيق التأويل التلفيقي الذي يلفق فيه دلالات الآية انتقائيا بدلالات سمومه السياسية نواصل في هذا الحلقة الأخيرة آخر آخر ما نقف عليه في هذا الملازم في هذه المرحلة ونقول هنا مثلا نواصل في الحلقة الماضية تحدثنا عن استثمار أو استراتيجية امتطاء الحوثية ومحاولة إثارة حفيظتها ومحاولة سرقتها ووضحنا الفوارك الجوهرية التي من خلال الحوثية كانت بسرقة الحوثية وتغييرها كليا من ناحية الأسس الفكرية الفكية حتى نصها في هذا الموقع نقول فيه يقول فيه طبعا هنا محاولة امتطاء الزيدية لبناء بشروعه أو دوائر الإيرانية بناء على عملية أنه يصلح الزيدية نلاحظ في هذا المقطع يقول أولسنا الآن عندما نقيم نقيم واكعنا نحن حتى فيما يتعلق بالوسائل لا نمتلك أي شيء من الوسائل أليس السنة يمتلكون أشياء كثيرة الزيدية هي الطائفة التي لا تمتلك شيئا ليس لدينا إذاعة ولا كنافة ضائية ولا مطبعة ولا مراكز علمية ولا جامعات ولا دور نشر ولا شيء هل نمتلك شيئا لا نمتلك أي شيء من الإمكانيات بينما الآخرون يمتلكون أشياء أخرى إذن إذا لم ننتبه لأنفسنا أيها الأخوة إذا لم ننتبه لأنفسنا فيحتمل أن نكون فيحتمل أن نكون من أشد الناس معنا في المستقبل وإلخ إذن في استمرار معين الامتطاء الزيدية يبدأ يتحدث بأسلوب يثير حفيظة الزيدية ويخبرهم بأنهم لا يمتلكون شيء لا يمتلكون هو يريد أن يمهد لعملية بناء الدوائر والكيان الخفي الإيراني من خلال أنه بإسم إصلاح الزيدية وما لا يدد لك فيتحدث عن لا نمتلك إذاعة لا نمتلك أضافة فضائية لا نمتلك دور نشر لا نمتلك جامعات لا نمتلك مراكز علمية وما إلى ذلك بينما وكأن الزيدية هذا لا تمتلك وكأنهم مواطنين لا يحقونهم أن يكونوا في الجامعات لا يكونوا في المدارس لا يكونوا في مؤسسة الإعلام وكأنهم لم يكنوا يمتلكوا شيء ولكن الغاية والمقصد في هذا هو بناء الدوائر الإيرانية التي تحكم اليوم هذه الحركة والتي تعمل على إدارتها من طعم بإيران وتسويث وتسميم العقول وما لذلك ثم يستمر في عملية التأليب الزيدية ويقول فيها ثم نحن قد نقول نحن الزيدية رأينا أن الأرهابيين يقال عنهم هم الوهابيون الإرهابيون الحقيقون لدى أمريكا ولدى اليهود هم الزيود وليس الوهابيون هم الشيعة إن العدو الحقيقي لليهود هم الشيعة هم أهل البيت وشيعتهم وليس الآخرين فما جرى على أولئك سيجري علينا وإن كنا ساكتين نغمض أعيننا كما قلنا وكما وضحنا في الملازم فيما سابق بأن الرجل ينظر إلى التاريخ وإلى الصراع بين البشر بأنه الصراع ليس بين أكثر من بني إسرائيل وبين محمد وبالتالي هو لا ينظر إلى إطلاق هو يقول بأن السنة ليسوا إطلاقا أعداء الإسرائيل الأعداء الحقيقين هم الشيعة والشيعة هنا عمليا وسياسيا هي إيران ويقول بأنه أهل البيت ويضيف أهل البيت يعني هو يتحدث باسم الزيدية كما ذكرنا في الحق الماضي ووضحنا بأنه يتحدث عن الزيدية وكأنها هي أهل البيت تحديدا يرفق دائما أو يلحق دائما أو مصطلحات أهل البيت بعد الزيدية وهنا يلحق كلمة الشيعة مباشرة بعد أهل البيت والشيعة هو إيران هو يريد أن يقول أنه لا عدو لسى اليمن ولا مصر ولا العراق ولا الجزائر ولا تونس ولا غيرها هم أعداء لإسرائيل الأعداء الحدو الحقيقي في مجمل هذا الخطب هو إيران وأهل البيت نحن أولياء إيران أو وكلاء إيران في هذه المناطق وبالتالي يبني الأمبراطورية بهذا الأسلوب التأويلي الذي ليس يجد له أي قيمة وكأن الصراعات بهذا الشكل وليس يقول وإن العدو الحقيقي لليهود هم الشيعة هم أهل البيت وشيعتهم وليس الآخرون كلمة واضحة فإذن هو يقصي عداء اليهود مع الآخرون ليجعلهم علفاء لهم كما ذكرنا في عدة ملازم في سابق الحلقات نلاحظ أيضا هذا المقطع الذي من خلاله يصور الإسلام وكأن وكأن الجهاد وكأنه لا بد وكأن الإسلام يغزو العالم يعني يصور الإسلام بنفس فكرة بني إسرائيل واليهودية بأنه لا بد أن تستعمر العالم بأموالك بساليبك بني إسرائيل لم يجدوا الكثرة فكان لهم لا بد أن يحكموا العالم في أي مكان فيقول بهذا المقطع المضحك يقول نحن ألم يكن من المفترض أن العرب هم من يكونون دخلوا سواحل أمريكا وأوروبا ألم يكن من المفترض أن العرب هم من يكونوا قد دخلوا سواحل أمريكا وأوروبا أليس هذا كان هو المفروض الآن الأمريكيين هم من دخلوا سواحل اليمن ودخلوا جبال اليمن وفي مواقع عسكرية في اليمن ثم مانيات يتحدث من الناس ان هذا موقف خطير يقولون نحن مشغولون بالطلب العلم نحن نتعلم ان العلم اذا لم يكن علما يدفع الى العمل بالقرآن الكريم فانت لا تتعلم دين الله ونما تتعلم كيف تموت القرآن نلاحظ هذا النقطة هو يقول ليسا مفترض يعني هو الان حالي ننظر بانه الاسلام مش صالح لان احنا ما غزيناش اوروبا وامريكا لم يكن مفترض ان العرب هم من يكونوا قد دخلوا سواحل امريكا هو يتحدث عن اللحظة معينة بانه عكبت هذا الملزمة اتزامنت عكب تفجيرات كول وعكب الوصول بعض الفرق وعكب ايضا حتى اتفاقية برامتها الخارجية الامريكية في لحظة في لحظة ما بعدها هجمات احتعاش ستمبر وكان هناك عدد اكثر من سبعة وستين اتفاقية امنية تمت بين واشنطن وبين دول العالم اهمها مصر واليمن الدول التي فيها بؤر للتنظيم القاعدة وكانت هاتف اتفاقية اتفاقية امنية مشتركة لم يكن للحكومات مهما بلغ المسوق ولا الرغبة ولا الارادة حتى المسوق المبرر بانه ارفضها لماذا ارفضها وهناك هجمة ارهابية في الواقع وكانت يبارعا مكاتب دخلت او مجامع طبعا لا نقبل جميعا فكرة انه لكن هناك تعاون يعني بالنهاية لم تجد لا استطيع ان اخون وانا اعمل الموضوع هذا لكن الرجل يضحك ويقول بانه ليس من المفترض ان نكون احنا من وصل الى سواحد امريكا يعني ان ينظر الى انه هم المباحين وليس نحن اذا ما يحدث لنا هو هذا التفكير ان تضرب ان الاسلام يعني ثقافة السبي وثقافة الخطاف والقتل وسبي النساء والجواري وكل الكلام وبان احنا يجب انه يعني لم يكن الاسلام اسلاما الا اذا قضى على العالم واذا احتل العالم وبالتالي عندما تزرع هذه الثقافة في عقول الناس فاذا ما يفعله الناتو وما يفعله امريكا هو حق لهم طبعا بانني منحت لنفسي الحق للاعتداء على الاخرين باسم الدين فيحق له ايضا ان يعتدي علي باسم الدين وباكتالي هو الاقوى والاحق وباكتالي علي ان ارضخ يعني هذا الفكرة ليست في الاسلام يعني يعني ليست في الاسلام والاسلام يفكر بالفتوح وبنصرة المظلوم لا يفكر بالغزو ولا بالدخول ولا بالغزو السواحل ويذكر هذا الذي لديه نظرة بربرية للاسلام هذا النظرة البربرية عندما تسكن في عقول الناس تمنح في العقل الباطن الحق للاخر بانه يهجم عليكم على ذلك الدين الاسلام جاء للعالمين فما بالكم الى البشر فقط يحمل رسالة يحترم فيها كل الديان يحترم فيها معا بكاء دعوته يحترم فيها كل الاجناس كل الالوان كل اللغات ولا يحارب الا المعتدين ولا يحارب الا الظلمة فقط لا غير لا يبحث عن سواحل امريكا ولا عن سواحل اوروبا وما لا ذلك لكن هذه النظرة البربرية فعلا يعني فضرة سامة ومهينة وقاضية على اهم جواهر الرسالة الاسلامية السامية الحقيقية ثم نقول في هذا المقطع وهو طبعا في هذا الحلقة نؤكد مرة اخرى بانه حسين بدردين الحوثي كعميل ايراني طوال هذه المحاضرات او الملازمة التي ناكشناها في هذا في طيلة الاربع شهر ونصف الماضية وحتى لم نجد سواء هذه الملازمة التي ناكشناها او غيرها او بقية الملازم لم يذكر حسين بدردين الحوثي اي تجربة ناجحة الا ايران ثورة الخميني وحزب الله لن تجد في ملازمة اي ذكر لاي تجربة عربية او غير هذه التجارب في الحاضر او في الماضي او في التاريخ لن تجد اطلاقا فقط هو ليس الا ممجد ومسوق وبابغاء لذكر حزب الله وايران والخميني لا غير لن تجد مرجعيات العلماء اخرى غير الاخرين غير غير الخميني الا مرة ذكر فضل الله مش عارف من احد مرجعيات الشيعة في جنوب لبنان فقط اما البقية كلهم لا يذكرهم لا يذكر احد فقط رجل مسوق لمجموعة معينة وتمغسل عقله جيدا طيلة الفترة كما ذكرنا من ثمانية وثمانين والى الفين وواحد يقول في هذا المقطع ثم يكون واكعنا على هذا النحو الذي نحن عليه نعجب بالاخرين عندما نرى مثلا حزب الله سنقول اولئك رجال عندما نرى الايرانيين عندما نسمع الفلسطينيين عندما نرى مواقفا الاخرين نقول هؤلاء وننسى اننا مستهدفون كأولئك وننسى بالامكانان ان نكون رجالا كأولئك فيكون كل ما حولنا النموذج الذي يسوقه حسين الحوثي في هذا المناسم هو نموذج ايران حزب الله فقط لا غير حتى عندما يذكر الفلسطينيين في هذا المقطع ذكروا لكن في الاجمال وبلا منازع وحسرا هو فقط الخميني الثورة الايرانية وحسب الله وحسب الله أو ما يسمى بحزب الله اذا نحن امام شيء يبدو بانه احنا في قادمة الحلقات سنتحدث يعني اصبحنا امام لابد ان نوضح للناس ما هي حقيقة حزب الله هل هو هل كل معركة هل كل نيران تشتعل بين طرفين هل كل زوباء اعلامية وملاسنة بين طرفين هي عداء حقيقي يعني هل نتحدث هل كان فعلا الخميني الذي قال سيغرق اسرائيل في البحر او سينهي يشتري الاسلاحة سرا من من اسرائيل اللي يحارب بها العراق وكان فعلا سيغرقها ويقضي عليها طيلة الثمانينات حزب الله هل فعلا يحارب اسرائيل في حركة التاريخ في استراتيجية الصراع العربي الاسرائيلي حول ارض فلسطين هل ايران حاربت اسرائيل ام حاربت العرب ام حاربت اعداء الاسرائيل الحقيقي هل ايران وحزب الله تحديدا ماهو ماذا كان حزب الله ماذا فعل يعني سنقف في حلقة قادمة على تاريخ حزب الله في الحكبة الايرانية وماذا فعلوا هل فعلا يعني حددوا مصالح اسرائيلية بالمعنى الذي يخرج عن البرغاندة الإعلامية والتهويل والبهارات هذه التي دائما تأخذ من اي تفصيل ولا من اي مفردة كلامها وتهويلها يجب ان نكف على هل جيو استراتيجيا في طر معادلة اسرائيل العرب الاسرائيل حزب الله او ايران حاربوا اسرائيل ام ان الاعلام فقط كان يحكي وهناك تصريحات وتصريحات والانترنت ينشر وكل ما يحدث هو عبارة عن ارجفة في الهواء على العقول بينما تمر العقد بعد العقد وثلاثين عام والعقد الرابع دون ان تكون ايران ولا حزب الله ولا غيرها يعمل شيء فقط ماذا يحدث في سوريا يدمرون باسم صارع ايران واسرائيل في دمشق على حساب سوريا بينما الطرفين لن يكون لهم شيء اذا نحن امام امام مجموعة ملازم نختتم اليوم سلسلة الوقوف عليها ونوجه الى كل مثقف الى كل مثقف الى كل واعي يدرك بان هذه الملازم وهذا الخطاب خطاب يدس السم في العسل وخطاب التفافي استخفافي من السهل عليكم ان تعودوا الى الحلقات وان تشاهدوا بمعينكم كيف عملت الالتفاف اللفظي في هذه الحلقات او في هذا البرنامج عملنا على محاولة يقاظ الوعي او توسيع مدارك الوعي في قضية كيفية التلاعب لانه للأسف لا يمنتلك حتى الانظمة عملية كيفية تفنيد الخطاب الكهنوتي المعاصر لحركة التأسلم سواء عند الاخوان او عند الحواظ الخطاب الكهنوتي خطاب هاش اذا ما استيقظ العقل هاش جدا بالعكس العقل عندما يرصد الخطاب الكهنوتي يؤمن اكثر بالله سبحان وطعا يؤمن فيه لانه تجد هناك التلاعب هذا الكلام الذي فيه نوع من المحاولة نفس النسخة كما قلنا الحوثي واذكر في اختام حلقات الملازم بان الحوثي ليس اكثر من نسخة اسرائيلية يريد ان ينشئ نسخة اسرائيلية للدين الاسلامي لتدمر بمجهبة الدين الاسلامي كما نسف بني اسرائيل الدين اليهودية بنازيته المقدسة يريده ايضا باسرائيلية المقدسة ويستخد نفس الاشياء بالتنييز العرقي والاشياء التي لا يمكن ان يقبلها دين او يقبلها نبي او يقبلها اله لا اله الا الله في هذا الجانب ف المسؤولية كل المواطن يمني ليس ان تقتنع وحدك بان هذا ما لازم هي سم وداء عليك ان تقنع وان تكف وان تنبه يعني جميعنا في المدن اكثر ثقافة وادراكا للحياة الاعلامية والاحداث من المن في الارياف عليك فعلا ان تنبه ابن عمك ابن اخاك ابن خالتك عندما تستمع عن احوال اسرتك بان هناك من هناك فلان ابن فلانة بدأ واخذوه عليك ان تنبههم انه هذا الكلام كلام فارغ كلام فارغ بالفعل كلام ليس اكثر من غوغاء ايرانية ودوائر ايرانية صنعته عن طريق المتاجرة باية الله وعن طريق تأويل الايات بالتأويل التلفيق الذي احترفه حسين بددين الحوثي ان نختتم هذه الحلقة ونختتم هذه المرحلة نختتم هذه المرحلة التي فيها ناكشنا هذه الملازم نختتمها ونبدأ نتحدث عن احداث وعن مفاهيم وعن الوقوف على مجرية الاحداث اليمن يمر اخطر ازماته في المرحلة وفي العهد المعاصر منذ قيامه ككيان دولة منذ خمسة عقود سنندم لن يذكرنا احد بانه كان يؤمن بالله ولن يسامحنا اطفالنا وسيكون وضعنا سيء لم نستيقظ الجمهورية الدولة هي الاساس وحدتنا هي عكل الوحدة اليمنية هي عكل شيء ممكن يمنحنا قوة في ظل التحديات في ظل تخلفنا في ظل عجزنا في استثمار امكانيتنا امكانيتنا الكل ينظر اليها ثرواتنا لا نعرف ما هي ماذا يريد الآخرون فكروا بان الله سبحانه وتعالى يريدنا اقوية لان يريدنا اضعف من هذه الملازم ولا اضعف من هذه الحيل ولا اضعف من تلك المبالغ والاموال اختتم هذه الحلقة والى حلقات جديدة استقف على سياسات اخرى واحداث ومجريات اخرى استودعكم الله في هذه الحلقة وتحية للجمهورية اليمنية والرحمة والقرود للزعمة على عبدالله صالح والى حلقة قادمة ان شاء الله